خذي على سبيل المثال ده كتاب اسمه الفقه على المذاب الأربعة ده من سوابة الأمة عشان الزعلانيني قوي على سوابة الأمة شوفي سوابة الأمة بتقول إيه ده بيدرس في الأزهر في الجامعة الحنفية قالوا لو تزوج رجل بامرأة وغاب عنها سنتين فآتاها خبر وفاته فاعتدت منه ثم تزوجت وآتت بأولاد من الزوج الثاني بأولاد مش بولدين ولا بولد واحد أولاد يعني عاشت مع بتاع 7-8 سنين جابت من الثاني أولاد خلاص بعد ما قالوا لها النومات ثم قدم الأول فجأة راح ظهر الأولاني يحصل إيه بقى يا أبو حنيفة يا إمام يا عظيم أو يا أئمة يا أئمة عظام عشان إحنا اللي ما بنفهم شيء والناس اللي التانية بتفهم فإن الأولاد يلحقون بالأول لا وينتفون من الثاني عشان اللي حسن تكون فهم إن الأولاني غلط لا خذي إنه يلحقون بالأول وينتفون من الثاني وتطلق من الثاني وترجع للأول يعني يعني المسألة إنه لازم إحنا نبقى متأمرين لازم إحنا نبقى متفهمش لازم إحنا نبقى جهلة لازم إحنا نبقى مش متخصصين إنه هم متخصصين فهموا كفت الأزرق بيقولوا دي قراء شزة وإحنا بنخدش بالشزة فأنا قلت لهم طبما إن دي قراء شزة إزاي تسموا صاحب الرأي الشزة إنه إمام كيف يكون اللي بيقول لكم الشزوز اللي بيقول لك إن المرأة لا يجوز على الفقه المسألة الأربعة الفقه الشافع والملكي وابن حنبالي وابو حنيفة بيقولوا ليس على الزوج نافقة لزوجته المريضة لا أجر طبيب ولا نافقة الدواء ليه؟ عارفها ليه؟ ليه؟ لأنه تزوجها لمتعته فما هي المتعة في امرأة مريضة؟ لأنه عندهم متعة كده هو الزواج متعة فما هي المتعة في امرأة مريضة؟ اذا ما يصرفش عليها مش كده وبس الملكية والحنابلة قالوا ولا يجبر الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة لان خلاص ماتت بقى يرميها للزبال ومش كده وبس ده له ان يضاجعها مضاجعت ودع يضاجع جسيتها مضاجعت ودع لا 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 ده تم نافيه يا سيد المستشار حضرتك النافي والاسبات ما يبقاش مكتوب في كتب النافي مش مكتوب في كتب والاسبات موجود في كتب يعني طب حضرتك طلع لي المكتب حاول لحضرتك يعني مثلا على سبيل المثال مش الاسلام اكرم المرأة طبعا هي دي فيها كلام طيب الاسلام اكرم مرأة وهي نقصة عقل ودين الاسلام اكرم المرأة لا اساواها وسوا ما بين الرجل والمرأة والقرآن بيقول كده واللي حضرتك بتقوله ده يعني منافي تماما لصورة الطلاق مثلا يعني احنا بنتكلم في ايه لو اصلا ما شاء القرآن ما احنا قلنا في اول الحلقة انه المفروض ان احنا نعود لاسلام القرآن هذا القرآن واي سنة مخالفة للقرآن لا يعتد به لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخالف القرآن ابدا الاصنام انت كنت بتكلمي داتي على الاصنام حضرتك في اول الحلقة الاصنام كانت زمان بلت اوت دلوقتي بلت اين لو اتكلمنا النهاردة عن البخاري ابو السلائي الف مليون واحد ما اراش البخاري بيدفع البخاري بيشهد شهادة زور لصحيح البخاري بانه صحيح دون ان يقرأه الانه الاسلامية كلها بتشهد للبخاري زورا بانه صحيح وهم لم يقرأوا البخاري لو قرأوا البخاري لعالموا ان البخاري قال ان المعوازات اللي ستعمل القرآن والعالموا ان البخاري قال ان القرآن اللي عندنا اللي معانا ده في معزة كالت صحيح البخاري ايوه صحيح البخاري وانه نبي محمد صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار مرارا وتكرارا سؤال قبل ما اطلع فاصل بقاء او لا في صحيح البخاري اول حاجة الرسول قال لا تتحدث لا تكتبوا عني حتى لا تقلوهوني كما قلتم كما قلها عيسى بن مريم ايوه طبعا وكمان حاجة ثانية الخلفاء الراشدين الاربعة لم يكتبوا الحديث اطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتبوا الحديث البخاري عارفة البخاري اتولد سنة كمه اتولد سنة مية اربعة وتسعين هجرية يعني بعد وفاة النبي كاللسة بيبي بمية اربعة وتمانين سنة هو اتولد مية اربعة وتسعين تدارة التربية والتعليم اسمح لي انقل على الدكتور خالد فاروق وهسألك سؤال اي اجتيمة اي اجتيمة واي سباب بقوله بقوله على تأليف هذه الكتب والمنسوبة للناس دي لكن انا قلت انه البخاري ومسلم وابو حنيفة ومالك واحمد ابن حنبل والشافعي لا توجد مخطوطة بخط يدوى احد فيهم يبقى هما غير معنيين بهذا الجنون اللي في هذا الكتب طب تفسيرك ان دي اسرائيليات تفسيرك ان دي نتصوش عشان فيش واحد يقص حتة في نزلها على اليوتيوب ويقول انه المستشار احمد عبد المار بيقول على ائمة الاربعة مجانين الائمة الاربعة اللي انت بتدرسهم مجانين انما الائمة الاربعة الاصليين اللي مفيش مخطوطة بخط ايدهم مش مجانين لازم نفرق ونعرف اللي في ادينا والمتيسر اللي متيسر ان البخاري بيقول الاحتيال على الفتاه البكر الاحتيال على المرأة السايب عشان يتجوزها ده بيتعلم في سنة كام ده سنة كام ده البخاري ده البخاري الجامعة ده في الجامعة بخاري طيب لكن احنا دلوقتي في عصر اسمه عصر عصر التيقن عصر التيقن اللي هو ايه انه انا اتيقن من كل شيء بيتقلي بيقولولي انه يجوز يجوز ان البنت تتجوز ولو في المهد مكتوب الكلام ده في فتح الباري في شرح صحيح بقاري في المهد في اللفة يعني يعني يوعدوهم ببعض لا لا يتجوزها ولكن لا يطاها الا ان تتحمل الوط فان كانت سمينة تتحمل الوط فيجوز ان يطاها ده مكتوب كده بالالفاظ اللي انا بقولها دي والكلام ده موجود في للناس اللي هم الملتحين واللي بيحبوا او البخاري المقدمة اللي اسمها هادي الساري في كتاب ابن حجر اللي هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري ده بالرغم من ان القرآن بيأمر باخر رأي البيت طبعا طبعا ده بيأمر مش كده بس يأمر بالبلوغ والرشد طبعا القرآن بيأمر ببلوغ والرشد انما هم ملهمش داعوا مش بس البلوغ والرشد ايضا ملهمش داعوا بالقرآن يا ربي ان القوم يتخذوا هذا القرآن مهجورة ولكن ما بيحسوش وهم بيخدوهم مهجور يعني هم لما بيفرقوا ما بين المسيح والمسلم ما اروش قول المولى عز وجل او بين الكافر والمسلم بلاش المسيحي الكافر ما اروش قول المولى عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم تعيد عليه وتقصطوا اليهم وتديلوا حقه القصة داعين تديلوا حقه ان الله يحب المقصطين ما اروش المولى عز وجل اللي هو بيقول ودى كثير من اهل الكتاب عشان ما حدش يقول لي كلهم عايزين نبقى نصاره زيهم ويسمعه ربنا بيقول ايه ودى كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نعمل احنا ايه بقى نقتلهم لا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره ان الله عليكم دا الاسلام دا الاسلام اللي احنا عايزين الازهر يدرسه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وان احدا من المشركين استجارك فاجره شوف اسير وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون كفارهم واحد من جماعة من الشباب اللي بيلحيدوا دلوقتي مسلا وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون رد عليهم ربنا قال لهم ايه قال له فاصفح عنهم وقل سلام اقول لكم ايه حتفهموا امتى الاسلام حضرتك بتقول لي الولاد اللي بيكفروا النهاردة انا بقول للمشايخ هتفهموا امتى الاسلام انا بقول للمشايخ اللي بيدرسه انه انا اضيق على المسيح في الطرقات اللي بيقول ما تعيدش الملتحي اللي عمل اللي فيها السلفي ويقول ما تعيدش عليه وما تعودوش اذا مرض وما تهنوش اذا فرح وما اشعارف ما تعملوش اذا ايه هاردة بيقول لك المسيحي والمرأة مفسادة صغرة برد علي بالقرآن دخلوا في كل حاجة نقلوا العلاج وقالوا الطب النابوي ايه يا سيد الطب النابوي قال تشربوا للقبل ما فيش احسن منه ويا ريت لو كانزه وسائع وقال انه الحبة السودة ايوه فيها ليه حبة البركة فيها شفاء من كل ده الا السام الا الموت يعني طب انا ما يعني ما تروحوا تسجلوها للجماعة اللي دايخين على السرطان دول مش عارفين يعالجوه يقولك اصلي فيه دكتور في المانيا على ناصية شارع مخلتي برلين اه لا قال انها عظيمة وهيلة وما فيش بعد كده يا سلام ولا فاهمين حاجة لا فاهمين العلم ولا فاهمين دين ولا فاهمين اي حاجة ما هو حضرتك لما مين اللي نقل لنا هذا كلام مين اللي نقل لحضرتك ان فيه طب النابوي مين اللي نقل له لا منا مش هسمع هم الفقهاء هم السبب هم السبب ان انتشر فقه فقه الحجامة ما ليش علشان ما ليش ما ليش انه ام تقرأ اللي نزل اول فريضة نزلت لعلى المسلمين ما كانتش تصلي كتقرأ ما بيقروش اذا احنا النهاردة عايزين نعيد تاني الاهتمام بدنا نعيد الاهتمام بدنا مش بس للسادة الفقهاء والمشايخ كل اب وكل ام كل طفل كل طالب كل شاب كل فتاة تعتني بدنها تعرف يعني ايه مسوابن الرجل والمرأة لازم نعرف ما احنا هنعرف ازاي هتستقيها منين لو هو ده اللي احنا بنرصخه في الكتاب وفي المجتمع الثقافة المصرية بتقول ايه ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وانا اتحدى تلات اربع شعب مصري اذا كان عارف بقيت الاية بقيت الاية مش الاية اللي بعدها بقيت الاية هي اية اية قرآنية ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم طب بقيت الاية ايه علشان الناس اللي بتعيش مكرهة مع اهاليها مع زوجتها مع ازواجها لازم يفهموا ازاي يعيشوا القرآن علمنا ازاي نعيش مع مع الزوجات وازاي نعيش مع الازواج قال وان تعفو وتصفحو وتغفروا فان الله غفور رحيم طبعا انا عارف برضو انه مش هنعرف الهرق بين العفو والصف والغفران العفو انك تبقى قادر تخاصم مراتك وما تخاصمهاش لان العفو دائما عند المقدرة واللي من يملك او هي تبقى قادر انها تخاصمه وتدينه ظهرها وما تخاصموش والصفح انه نفتح صفحة جديدة والمغفرة انه ما جيبش سيرت الموضوع ده في اي يوم في اي سنة طول عمري حد ما موت بكده تستقيم البيوت انما احنا مش فاهمين قرآن احنا بيتخرب بيوتنا نسبة الطلاق عالية علشان خاطر متخيزين بعض الكتب وذات الامراض النفسية منهجلينا في حياتنا مش عارفين يعني ايه يعني حضرتك بتقولي ان النسبة الطلاق العالية سببها المناهج دي طبعا طبعا ام ليه ما اوزبون انت النهاردة لما تعلم الولد لما تعلم الولد ان القوامة على امراتي مثلا هي الرئاسة ان انا اللي كلامي يبقى مسموع دي اصلها ما بتسمعش الكلام يا عمي يشتكيها لابوها ويقول له كده لانه فاهمين عنده حق القوامة يا ناس القوامة الله قيوم الله قيوم والسماء والتقدي يعني ايه قيوم يعني ايه قوامة يعني رعاية وحماية يعني الراجل يرعى ويحمي مراته ده حق للمرأة مش حق للراجل بس انتوا فهمتوا المسلم بالعكس القوامة ليس معناها ان الرجل هو السيد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بالمعروف انا طبعا عايز اقول انا اسف لحماسي بس انا حقيقة متنرفز وزعلان وعذروني ان انا زعلان في سني دي انا عندي سبعين سنة عذروني في سني دي ان الاقي وانا قربت غادر خلاص واخد الاستمارة الصفرة الاخيرة الاقي امتي الاسلامية الحبيبة بتعتبر ان ده دين الكتب دين بتعتبرها الدين وسيب القرآن الكريم